الوكالة الأوروبية المنظمة للأدوية تجيد استخدام عقاري فايزر لمواجهة فيروس كورونا في أول علاج من نوعه يؤخذ عن طريق الفم بيان الوكالة الأوروبية للأدوية أوصى باستخدام باكسلوفيد لعلاج الأشخاص البالغين من كورونا بسبب تعرضهم للإصابة بالفيروس بشكل متزايد خبار الصحة حول العالم أجمعوا على أن باكسلوفيد أصبح نجم الأدوية المضادة للفيروسات هذا الدواء والمرحلة الأكثر تقدما في مواجهة الجائحة منذ بدء اللقاحات والسلامة تشكل جزءا منه أكثر الدول استخداما لهذا اللقاح اعتبارا من الشهر المقبل هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمكسيك ودول أوروبية وصف علماؤها باكسلوفيد بأنه دواء من النادر التوصل إليه لما يتمتع به من فعالية كبيرة تؤدي إلى تراجع حالات الاستشفاء والوفيات بنسبة 90% كما أنه لن يسبب أي انعكاسات أو تأثيرات جانبية ويمكن أخذه في المنزل بدلا من المستشفيات البيانات المختبرية لم تحدد قدراته الدفاعية ضد المتحور الجديد لكن الخبراء يتوقعون أن يكون فاعلا ضد أوميكرون كما هو الحال ضد التفارات الأخرى التي أجريت عليها تجارب سريرية الدول المرحبة بالعقار أشارت إلى أن هناك حديث عن وجود معاناة في توفر إمدادات باكسلوفيد وأن الأطباء والمرضى يعانون شح اللقاح خاصة وأن الشركة وزعت 160 ألف عقار وهي كمية لا تتنسب مع زيادة الإصابات بكورونا ومتحوراته لكنها وعدت بإنتاج نحو 80 مليون جرعة مضادة على الأقل خلال العام الجاري ترجمة نانسي قنقر